افتتحت مدرية أوقاف ضميات برئاسة وكيل وزارة الأوقاف محمد سلامة مسجد الرحمن الرحيم في مدينة ضميات الجديدة يقع المسجد على مساحة 600 متر مربع بتكلفة تبلغ 5 مليون جنيه تبرعا كاملا وأكد محمد سلامة على استمرار افتتاح المساجد في كل مكان لما يعكس وعية الدولة الكبير بعناية المساجد عنية خاصة هذا الصرح المبارك الذي تكون من عدة أدوار الدور الأول مساحته 600 متر وهو يسع أكثر من 500 مصلي والدور الثاني هو صندرة للنساء غير ذلك تحول حول المسجد مساحة كبيرة إن شاء الله ستستغل في هذا البناء وتكملة هذا البناء أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يكلل عمل كل من بنى وجمل وحسن هذا العمل في ميزان حسناتهم وأن يبني لهم إن شاء الله بنيانا جميلا بصنع الله الذي أتقن كل شيء في الجنة إن شاء الله أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم في هذا اليوم مبارك أن يتقبل منهم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير بخير شكرا